شعب مصر مبارح بواحد وخمسين سنة على أعظم انتصار للأمة العربية والأمة المصرية سادس من أكتوبر عام تلاتة وسبعين ست رئيسي مبارح اتكلم وقال سطرين من ضمن الكلام المهم قال اللي بتخلوا بالكم اللي احنا بنشوفه دلوقتي يمثل أجواء سبعة وستين ايه أجواء سبعة وستين أجواء في ضغوط على العالم العربي كله ضغوط شديدة وهناك ضغوط غير مسبوقة على العالم العربي بالكامل ما بالك إذا جاء ترامب يعني فيه ضغوط وإدارة بايدن خلاص بتودع بتودع وفيه ضغوط على العالم العربي والدعم الكامل لإسرائيل هم اللي بيدوروا اللي بيحصل في المنطقة الأمريكان وده بان ومش جديد ومش عايزين نتكلم فيه كثير لأنه هو ده الحقيقة لدرجة وسائل إعلام أمريكية أكدت أنه هناك سرب من المقاتلات الأمريكية كان جاهزاً لضرب إيران في حالة حدوث أي مشاكل للمقاتلات الإسرائيلية وأنه أمريكا قدت من بعض القواعد بتاعتها الأمريكية أنها سمحت أخذت مجال الجوي لبعض الدول أنها تخرج منها المقاتلات الإسرائيلية الدعم الأمريكي فهناك ضغوط شديدة على المنطقة بالكامل فتحدث سيد الرئيس مبارع على الأجواء 67 كانت أجواء 67 كانت إيه أجواء 67 كانت كارثة على العالم العربي علينا على العالم العربي فهذا الأمر كمان نبقى إحنا شايفينه قدامنا كل واحد هنا يبقى شايفه قدامه قدامه آه الحمد لله والحمد لله والحمد لله الحمد لله ولكن تاني لازم يبقى شايفين مخاطر مخاطر شديدة سيدة الرئيسة ما تكلم عليها مبارح لأنه هذه أمورتي خلينا كمان إحنا كشعب لازم ننتبه من الداخل من الداخل قبل الخارج ننتبه من أي زعزعة في الداخل أو أي محاولات زعزعة في الداخل ولازم ناخد بالنا من أوضعنا نتكلم أوضاع اخصادية صعبة جدا ما وعملوا يا جماعة علينا حصار صعب اقتصادي وعملوا علينا في أوقات من أوقات حضار سياسي وعملوا علينا حصار عسكري في بعض الأوقات عملوا علينا تعامل علينا الكلام ده تعاملت علينا على مصر كماشة موضوع مش بسيط ومش سهل فحددك مواطن آه أنا عارف أنه حالك مهتم بالأسعار مهتم بزيادة المرتبات صحية مهتم بزيادة المعاشات صحية مهتم بيعني حزمة حماية اجتماعية صحية أنا عارف طبعا وده أمر محدش يدر أقول فيه لأ أبدا محدش يدر أقول لأ ولكن تاني أنا كمان مع كل دول عندي اهتمام بوطن بوطن بحدود بدولة بمقدرات دولة يعني أنا مهتم بدول ومهتم كمان بالصورة اللي احنا كلنا نبقى شايفينها قدامنا مخاوفنا كلنا على بلدنا من أي محاولات السنزاف إرادتنا داخليا محاولات السنزاف مقاومتنا لأي حد بيحاول النهاردة عايز يعمل أي أزمة فناخد بالنا كويس أوي الموضوع مش بسيط موضوع أخطر من أي خيال أي حد في حضراتكم أنا بكلمكم والله بجد اشتركوا في القناة